مرحبا حبايبي فيكم برج الحوت. نشوف فقطك اول شي هاي فترة في في عاملة. عم بيكون في حظ. عم بيكون في مال. يمكن كار ما عم تتحقق. كرت جدا رائع. يعني هاد اروع كرت ممكن يطلع لك. آآ خلينا نشوف على شو نختار ورق. لانه كنت حابين انه او في حدا بعكلي انه غيري الورق او حاولي انه تستعملي ورق تاني ما بعرف ليش. آآ انا كنت استعمل هداك الورق عشان انتو تكونوا معي الصورة عشان يعني تفهموا معي لانه خلاص تعودنا على هداك الورق. القراءات الخاصة بستعمل ورق تاني. اللي يعني بيكون صعب انكم تتواصلوا معي في. آآ خلينا نشوف ازا لبرج الحوت. ايش نخبي لك يا برج الحوت الطيب. برج الحوت بيضله يعني يفكر بعقله بعقله بالاخير ياخده القرار بقلبه. هو عنده اثنين شغالين بس ما بعرف. هو هو شخص كتير رومانسي آآ طبعا بنت الحوت مختلفة عن شاب الحوت. تقريبا عم يكون كل الابراج البنت عم تختلف عن الشاب. في رأيي انا الجوزاء هو الوحيد اللي الجوزاء بنت وشاب نفس نفس الصفات. فممكن يكونوا مناسبين لبعض. آآ ما علينا. خلينا اول شي نقرأ بشكل عام. بعدين بنشوف شوي على العاطفة. برج الحوت. عم بتكون طيب زيادة هاي الفترة. اوه. عم بتحاول توازن ما بين الروح. ما بين الثلاثي يعني ما بين الثالوث بقولوله ولا. اللي هو بين الروح والجسم. شوفوا هون. هون مبين يا برج الحوت انك عم تلعب مثل اللعبة مع ناس عم يلعبوا اساسا معاك. مثل عم تاخدهم على قد عائلهم عم تحاول تمسك عليهم ممسك. هم نفس اللعبة عم يلعبوا معاك. انا بحكي على بشكل عام يعني. انتو بتعرفوا السيناريو اللي بناسبكم. ولكن انت داخل في لعبة. انت كأنه ساعة بتنتصر ساعة تخسر. والطرف الثاني نفس الشي. ولكن انا شايف الاكتر ما صر عندك انت. يعني في النهاية انت اللي رح تنتصر. يعني هاي اللعبة ما رح تدون طويلا. شعارفي شو هاي اللعبة. انت اللي بتعرف قصتها بس. اه شايفي هون انه من شايفي انه في عائق قدام موضوع انت بدك اياه. بدك اتحققه. اكتر اشي ممكن يكون عملي او اه يعني له علاقة في المال والعمل. موضوع ممكن تسافر له. مبين في عندك يعني اكتر اه يعني البعض خلينا نقول في عندهم اه سفر على عمل او سفريات اللي هي رايح جاي على عمل. اه في كمان بيقول لك انه ممكن تلتقي بشريك حياتك للي ما عندهم مشريك حياة في واحدة من هدول السفرات. لكن في عائق قدامكم. اه قدامك انت يعني مش في العلاقة. لا انا شايفي العلاقة ماشي منيح. بالنسبة للعزاب انا بحكي ما بحكي لل للفئات التانية. العزاب طبعا هم الغير متزوجين او مطلقين او ارامل. اه فشايفي انه هذا العائق رايح مش يعني مش ضايل هذا العائق. اه كمان هون طلع عنا ممكن يكون طرف ثالث ما بعرف. بس انه هذا العائق رح ينشال وانت رح تكمل طريقك وطريقك طويلة ولكن ممتعة يعني كأنك انت بتحب الاشي اللي بتعمله. كعمل كا بتحب الاشي اللي بتعمله. ما ما عم تشتغل اشي غصفا عنك يا حوت. عم بتعمل الاشي اللي انت او بتسعى للاشي اللي انت بتحبه. في ولادة اه يعني في ناس عندهم اساسا ولادة هذا الشهر او اه حمل حتى. اه وفي منهم لأ بداية جديدة لمشروع بداية لشغل انتقال من عمل لعمل انتقال من مسكن لمسكن. فرح اه بهذا الموضوع توازن. زي اللي اشي كان ناقصك وخلص بطل ناقصك او وصلك. شي كنت استناه وصلك. شايفي هون قلت لكم هون في موضوع عم بيكون في عائق. فعم بشوفك انت والشريك مهما كان الشريك يعني اه عم بتحاولوا تبعدوا او اه تطلقوا طاقة الطاقات السلبية اللي كانت حواليكم. عم بتكونوا يعني انضاف مع بعض. عم مش انه انضاف يعني عم بتكونوا على على ثقة كل واحد على ثقة بالتاني بالمستقبل. عم بشوف هون بيت يعني صح مكركب شوي بس. اه كمان مش بس بيت هون. اه ممكن يكون تفسيره الكارت. شوف انت عايش بين عالمين. ممكن تكون عايش بين عالمين. اه عالم وهمي خيالي. اه طبعا احنا بنعرف انه كمان برج الحوت حالم يعني كتير بيحب التخيل كتير بيحب وبتزبط معاه يعني احيانا اللي بتخيله بيصير حقيقة عن جد. فكتير حالم كتير يعني بيحب الحياة الابيض والاسود. بيحب ايام زمان بيحب الاغاني القديمة مسلا. اه عنده صور هيك وردية لكل شي في مخه. عنده دايما نظرة معينة خلينا نقول مش وهم يعني تشبه الوهم او كزا. وفي عنده الواقع اللي هو عايشه. فعم بيعيش دائما بين عالمين. هون عم بيكون في عنده عالمين في حياته لكن بشوفه هون عم هدول كتير مرتبطين في بعض. عم بيكون عنده توازن آآ كبير. بيحكيه لك هون الرغبة الحكمة والعائل. هدول التلات اللي هم رح يكونوا يسببوا لك النجاح بالفترة الجاي او يسببوا لك النجاح ممكن. حلو النجاح والنجاح على نفس المهم. آآ في هذا الكرت انا بشوفها كتير بالناس يعني بشوف في ناس كتير عم بتكمل دراستها من برج الحوت. عم يمكن بتدور منها. كله ماشي على النجاح انا حاسة. آآ من الورقة بيّن انه انت فعلا عم تبدو الجهد كبير في هذا الموضوع ورح تلاقي نتيجة حلوة. اذا هذا كان بشكل عام. حلينا نشوف نلقي نزراع العاطفة. مش عارفة شو نستعمل بالعاطفة. نفس الورق هذا اللي استعملنا. طيب. بالعاطفة يا برج الحوت شو ممكن يبيّن معانا? حلو. ستة سبعة ثمانية. في بتيسير بأمورك حبيبي برج الحوت. بعدين ثمانية. ثمانية. في تطور روحاني عندك وعلى جميع يعني المجالات الحياة عم تكون مش بس عالعاطفة لكن احنا هون مركزين عالعاطفة فتحنا عالعاطفة. وكارمة. يعني لأ منيح برج الحوت. برج الحوت والذلو طلعو الناحي الحمدلله. طيب. اه في هذا الموضوع. انا بشوف انه شوف يا برج الحوت. ما عم يطلع. اه اوكي هاي يطلع. اه في عندك تدرج في الموضوع. شوف انت والحبيب. كان بناتكم تجريح. كان بناتكم اللي هو معركة. متل معركة خلينا نقول. يمكن المعركة اللي قلنا عنها قبل شوي. اللعبة اللي قلنا عنها قبل شوي. اه هاي المعركة كانت يعني عن جد اسلحة كبيرة. عن جد كانت انه كتير عالصبته على بعض. يمكن مشاكل كانت كبيرة. مش شوي. ولكن هاي المشاكل. اه خلينا نقول. يعني بدافع الحب. هاي كلها راح تنقلب لحب. مثل ما انتو شايفين الكبسة دولة. اه بيعبروا عن الحب. يعني كل هاياتهم. بعدين. يعني حتى الرقم جدا حلو. فعم بشوف انه الحرب بتكون اول اشي عن جد حرب بناتكم. عن جد فيه مثل مجاكرة بناتكم. مثل ما بعرف اخدوا عطا طريقة اسية طريقة مش حلوة. ولكن هادا كله اه بيقلب لحب. بيقولوا ما في بعد الاش? ما في مش عارفة ما في بعد الحب الا العداوة او ما في حب الا من بعد عداوة او العكس ما بعرف. يعني فهيك معنا. اه هلا مبين انه نفس الشي قلنا تمانية تمانية. اه فا شايفيتك انت الحلم بالنسبة للطرف التاني مع انه مش مبين. مع انه عم يعني عم بيوصل لك اخبار غلط. ولكنك انت الحلم تبعه. انت اه متل فارس احلامه او فتاة احلامه. اه عم بيشوفك بالحلم بطريقة يعني خيالية. عم بيتخيلك كزوج او زوجة. ما عم بتخيلك يعني اشي عابد. او كزا. وعم بشوف هاد الاشي بتحقق. هاد الاشي يعني اه بلف بلف وبتحقق. شايفي انك اه عم التواصل الروحاني عم بيكون كتير عالي بينك وبين الشريك يعني اه انت مش بحاجة انك تعمل التخاطر اللي هو طريقة التخاطر انت بس طامض عيونك وتتخيل الموضوع بيوصله. او مجرد ما انت تفكر للطرف التاني بيفكر فيك. والعكس صحيح. بالقراءات العاطفية بتكون عكسية عادي. على النوع عامة. اه شايفي انه الطرف التاني راح نو يصبر 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 لكن مرة واحدة راح يكون فياري ناري مرة واحدة اه راح خلص. ينهي هاي اللعبة يزهق منها ويروح لعندك. لكن هذا انا بقول لك هذا مش بهاي الفترة ممكن تكون بعديها باسابيع او بعديها بايام. ممكن بعديها بست ايام. وست اشهر لا حرة مش ست اشهر. اه يعني المهم. اه بشوف هون الحب كيف بتطور. الحب عم بيكون اول شي من سبعة لتمانية يعني. اللي هو صغير لكبير. عم يكبر الحبناتكم. انتم فاكرين باوقات البعد عم تنسوا بعض. انتم باوقات البعد عم بتحبوا بعض اكتر. او مع الوقت شو ما كان حالتكم عم بتحبوا بعض اكتر. بالنسبة للطاقات عم بتكون اه هوائية مائية. ونارية. طبعا عادي جدا اللي بورج ما بين او كزا يعني هاي بتصفي طاقات بس. اه طيب حبا بنشوف ازا في نصيحة. شو ممكن تكون? هاي نصيحة لبرج الحوت. لا. اه كرتين طلع لك اوكي. شوف واحد عادي واحد مقلوب. خلينا نشوف ايش هم. اه بيقولوا لك انك شوي مش عامل كنترول حاليا على حياتك. ما بحكي عن العاطفة يعني ممكن اي اي مجال في حياتك. ما عم تقدر تعمل توازن كنترول. فبيقول لك اعمل كنترول على حياتك. انت شوف موجود هون في هذا القارب وين مشي القارب بيمشي. ما عندك مشكلة يعني الظروف هي اللي عم تمشيك. بيقول لك انت حرك الظروف اللي حواليك. مش العكس. اه هون شو كان هذا الكرت? هون ياريته اجا يعني مقلوب كان احسن من معنى. بيقول لك هنا انه في اشخاص يمكن هدول الاشخاص اه عم بيوصلو لك امور مش صحيحة وعم تمشي عليك. عم تمشي مع عليك الكزبة او لكن هذا مش الشريك. هدول اكتر هدول اشخاص عم بيوصلو لك كلام اه مش صحيح. يمكن يكونوا نصابيا يمكن. ما بعرف بس انه طلع لك الكرت مقلوب. حبايبي برج الحوت. فتمنى انه هذا الشهر يكون ايجابي حلو اه تحقق وفي شوي من امنياتكم. اه بس